هذا وشهد المعرض حفلة توقيع كتاب أعوام على الجمر للدكتور رافع الفلاحي الذي تحدث فيه عن صور من سيرة النبيلة للأمين العام السابق لهيئة علماء المسلمين في العراق الشيخ حارث الضاري رحمه الله هذا كتاب أعوام على الجمر وهذا الكتاب وهو بعض سيرة وبعض ذكريات للشيخ الدكتور حارث الضاري الأمين العام السابق لهيئة علماء المسلمين رجل يعني يعتبر رمزه من رموز العراق في تاريخ العراق الوطني والسياسي هو سليل عائلة مجاهدة وطنية كان جده يعني والكل يعرف تاريخه هو ضاري المحمود يعني اللي الزوجة العراقية ما زالت تغنى باسمه هز لندن ضاري وبتشاه لقتل ليتشمن في 12 أب 1920 ابان ثورة العشرين وكان له دور كبير في مقاراعة الاحتلال البريطاني للعراق في بداية احتلال البريطاني للعراق حارث الضاري الشيخ الدكتور السادة الدكتور حارث الضاري يعني سليل هذه العائلة استل منها كل هذا المجل وحافظ عليه وكان عنوانا من عنوان مقاومة العراقي للاحتلال الأمريكي فيما بعد وكان ثابتا على موقفه شرد خارج العراق عاش الغربة بسنوات طويلة خارج العراق وتوفي خارج العراق وهو متمسك بثوابته واليوم الكل يتذكره الآن الكل يتذكر تلك الثوابت الوطنية التي أكد عليها وكان مخلصا لها وكان مدرسة في الوطنية الحقيقة ونحن جميعا تلاميذ حقيقة هذه المدرسة الكبيرة كان جبلا يعتصم به في أوقات المحن وما زلنا نعتصم به الحقيقة نقف على هذا الجبل نلوذ به من هذا المستنقع الآسن الذي يعيش به أبناء العراق مع الأسف الشديد وبلدنا العراق ظل متمسكا كان ينتقد العملية السياسية ويقول إنها باطلة وباطلة وغير شرعية وستأتي للعراق بكل ما هو سيء وفعلا تحقق كل ذلك منذ عام 2003 لحد وفاته ولحد الآن هذه أقوال الحقيقية وحتى من كانوا يعادونه ويعترفونه بحقيقة ما قاله وبصدق نواياه